أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدون بلقائكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة بداية أرحب بكل الأشخاص الأوفياء الذين يتبعون هذه القناة الذين يشاركون وأيضاً يعني يقومون بالتفاعل مع محتوى هذه القناة سواء على طريق اللايك أو الشير أو يقومون بعمل سبسكرايب إن لم يكونوا قد يشتركوا بعد لأن هناك نسبة فيما بعد ربما قد أضعوا حلقة ما وأتكلم فيها عن إحصائية القناة لكي تعرفوا أن غالبية أكثر من 70% من المتابعين أو المشاهدين ليسوا مشتركين في القناة فجزيل الشكر لأي شخص يعني يقوم بالاشتراك في القناة وأيضاً يتفاعل معها عن طريق اللايك والشير وأيضاً يعني يترك تعليق يعني إن استطاع فجزيل الشكر لكل هؤلاء الذين يدعمون القناة على قلته في هذه الحلقة إن شاء الله دائماً في موضوع أمازون كيدي بي باعتبار أنه المجال الذي أنشط فيه بكثرة الذي أركز عليه في البيزنس على الأنترنت فكما تعرفون أنا عملي هو على الأنترنت 100% ليس لدي عمل أفلاين آخر أنا عملي كلهم منصب ومركز على الأنترنت أنا أعمل في Print on Demand أعمل في AdSense عندي منصات وأعمل كذلك في Digital Product ومجموعة من الأشياء الأخرى التي سوف أشاركوها معكم فيما بعد مثل الـ CPA وغيره المهم في هذه الحلقة إن شاء الله هو طبعاً كتفاعل يعني كاستمرارية لأنه أعرف أن هناك من يتحفز أو يتشجع وصراحة ليست مسؤوليتي كل شخص مسؤول عن نفسه سواء تحفز أو تشجع فذلك يرجع للشخص نفسه ولكن في إطار هذا المجتمع الذي بنيناه هنا على اليوتيوب فهناك من يعني يتشجع أكثر ويتحمس للعمل في هذا المجال فبالتالي سوف أشارك معكم مجموعة من الـ Data والبيانات التي طبعاً جمعتها حول نيتش معين في Amazon KDP طبعاً هذا النيتش طبعاً هناك من يعرفه هناك من لا يعرفه هناك من يعني سامع به وربما قد اشتغل عليه ولكن لم يحقق فيه نتائج بعد أمر عادي وطبيعي فنيتشات كما نقول دائماً يا عبارة عن بحر كل نيتش فهو عبارة عن بحر ويمكن تفريع منه نيتشات فرعية يعني بحيرات صغيرة فبالتالي إن اشتغلت على نيتش معين ولم تنجح فيه فأعلم أنه هناك خطأ ما أنت ارتكبته أو قمت به فبالتالي هنا يجب عليك أنت أن تبحث عن هذا الخطأ وتصلحه إذن بدون إطاراته بالمقدمات أكثر دعونا ندخل في صرب الموضوع نتكلم هنا عن النيتش الخاص بمرضاء السكري بلود سوغر لوكبوك لوكبوك هو نوع من أنواع الكتب يكون عبارة عن دفتر أو كتاب تتبع فيه جدول إلى أخيره السوغر طبعاً معروف بلود هو الدم نسبة الدم في السكر طبعاً هذه جزئية من ديابيتيك لوكبوك يعني هذا مقتطف أو هذا نتش فرعي من النيتش الأساسي الذي فيه أزلز من أربعون ألف الريزوت هنا إذا لاحظتم فكم عندنا؟ عندنا فقط تقريباً تسعمائة وفي بعض المرات إذا قمنا بإضافة كلمة هنا طبعاً سوف نرى هذا بعد قليل في القسم الخاص بالكيوور سوف نجد ألف ومئتان في الريزوت يعني عندنا ما بين تسعمائة إلى ألف ومئتان يعني نتيجة منشورة طبعاً منافسة جيدة يمكنك المنافسة حتى للأدات التي نستعمل دائماً توطني في الأدات التي نستعمل دائماً توطني في الـ 9 على 10 وفي الدموند 5 على 10 يعني أرقام جيدة جداً يعني حتى في الـ average إذا لاحظتم في الـ bestseller rank طبعاً المعدل الـ average هو المعدل تقريباً عندنا 596 طبعاً هذا رقم جيد جداً كمعدل طبعاً في الـ low يعني في الأقل عندنا 28 طبعاً ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على أن مازال هناك إمكانية التصدر بكثرة بقوة لأن ما هو الأصل؟ الأصل هو رقم واحد هنا في الـ low low bestseller rank الأصل هو رقم واحد نريد أن نصل إلى الرقم واحد طبعاً قد لا نصله في الـ rank نفسه لكن قد نصله في الكاتيجوري الخاصة في الـ rank يعني قد لا يصنف كتابنا رقم واحد في books لأن عندما نقول بيسل الرنك فهنا علمة استفام يعني بيسل الرنك في ماذا؟ إذن هنا الجواب في books البوكس ما هي؟ هي عبارة عن كاتيجوري فهل هذا الكتاب سيصبح رقم واحد؟ مقارنة مع أننا عندما نتكلم عن البوكس فنحن نتكلم عن جميع الأنواع حتى الإي بوكس تدخل في هذا البوك فبالتالي لن يصل إلى رقم واحد نحن نعرف هذا الأمر مبدئياً ومقدماً نعرف هذا الأمر ولكن نعرف كذلك أن هناك كاتيجوري إذن لكل كاتيجوري هناك بيسل الرنك فبالتالي هنا إذا تكلمنا عن الـ low في الـ بيسل الرنك نتكلم عن 28 ألف هذا معناه أن لنقول جدلاً أننا نريد فقط الوصول إلى ألف في الـ بيسل الرنك فما هي الألف من أصل 28 ألف؟ لا شيء طبعاً الرقم كبير ومساحة كبيرة فبالتالي هنا نعرف أن ما يزال هناك إمكانية الاشتغال والسيطرة نريد السيطرة نريد كتابنا أن يصنف إذا كانت الـ low 28 فنحن نريد أن نكون على الأقل مثلاً 15 ألف 10 ألاف 8 ألاف فكل ذلك يتفوق على الـ low يعني هناك إمكانية في المستقبل الآن جيد شرحنا الأمر جيداً وعرفنا قوة هذا الـ نريد تحقيق المبيئات بدون إعلانات بالإعتماد على الـ هنا تأتي أو يأتي دور هذه الأداء هنا ماذا يقول لك؟ يقول لك الكلمات المستعملة في عنوان المنتجات في عنوان الكتب طبعاً هنا عندنا رقم كما عادتها 136 إذن هذه الكلمات التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في الكتاب أو في عنوان كتابنا عندنا طبعاً هنا تبدأ الكلمات تنقص قليلاً إلى أخير إذن هذه الكلمات التي يجب أن تكون فعلاً لأن من الضروري جداً إذا لاحظتم فمن الضروري جداً استعمال الكلمات الدقيقة في العنوان لماذا؟ لأن العنوان هو الذي يعني يساعد على مستوى السيو بشكل كبير صحيح عندنا الميتا تاك الميتا تاك بكل بساطة هي تلك الكلمات أو السبع خانات التي ندخل فيها الكلمات المفتاحية التي لا تظهر لذلك اسمها ميتا ميتا معناها باللغة اللاتينية ما بعد إذن هنا نتكلم عن الميتا ونتكلم عن العنوان كقوة في السيو إذن العنوان أساسي في السيو تمام الآن أريد أن أريكم شيئاً ما آخر دعونا نستعمل هذه الأدات هذه الأدات طبعاً قوية جداً خاصة بمعرفة الاستميتة سيش فوليوم هنا عندنا هذه الكلمة المفتاحية بلود سوكر لوكبوك في الاستميتة سيش فوليوم عندنا 6160 وفي سيش الريزولت عندنا فقط أو 1315 ما معنى هذا معناه أن يعني الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الكلمة أكثر بكثير من الكتب المنشورة في أمازون حتى إذا رأينا هنا سوف نجيل في رقم 9 على 10 يعني رقم قوي جداً ثم عندنا في الدومون 6 على 10 أيضاً رقم قوي جداً طبعاً ليس هذا فقط فهنا مثلاً هذه كلمة أخرى بلود سوكر لوكبوك 3000 هذه طبعاً هي نفسه التي كنا نشتغل عليه قبل قليل ووجدنا في يعني الريزولت الخاص بها 875 طبعاً هنا 875 ما معناه هذا معناه أن التحديث التي قامت به هذه الأدات يعني أقل من الأرقام الموجودة الآن حالياً على طبعاً يعني الامازون.com في السوق أمر عادي فهذه الأدوات ليست آنية هذه الأدوات هذه الداتا ليست آنية يعني بالثانية لا هذه الأدوات لديها بروسيدور في عمل خاص مختلف تتأخر نوعاً ما سواء في يعني من الجهتين سواء في يعني سواء كنا سوف نستابق أو سوف نتأخر نتأخر فكلهما تبقيان يعني هذه الداتا تبقى دائماً يعني نسبية فلذلك عندنا هنا هذه الاستيمة معناه معناه استيميتد يعني فقط تقريبي وليس 100% أمر عادي ولكن أقرب ما يكون إلى الواقع طبعاً هنا قد تكلمنا عن هذه الكلمة التي شرحناها أصلاً هنا في أمازون هذه النفس الكلمة إذا لاحظتم بلود سوغر لوكبوك هي نفسها موجودة هنا بلود سوغر لوكبوك عندنا 3314 في سيش فوليوم ثم عندنا فقط كم عندنا 875 طبعاً سابقاً حالياً يوجد كم عندنا عندنا 899 يعني كم الفارق يمكن لكم حسابات الفارق إذا نقوم بعمل 899 ناقص 875 لكي تعرف كم عدد الأشخاص الذين يشتغلوا على هذا نيتش فقط في هذه الفترة التي هي طبعاً فترة التحديث نفس الشيء هنا مع هذه الكلمة ديابيتيك بلود سوغر لوكبوك عندنا 3117 وعدد الكتب المنشورة فقط 1060 طبعاً هذه الكلمة نفس الشيء بلود سوغر لوكبوك فور ديابيتيك نفس الشيء عندها 1290 أو عفواً 2890 في وفقط 1139 في طبعاً هذه الكلمات المفتاحية سوف أقوم بجمعية كلها بدون استثناء بجميع الداتا الخاصة بها حتى والدومونت وسوف أضعها في ملف وأي شخص مهتم بها فقط يرسل لي يعني على الإنستغرام كلمة لوكبوك ثم سوف أضع الروبوت آلي يقوم بالإجابة ويرسل لكم رابط بالتحميل هذا الملف مجانا لأنه لو ذهبنا إلى كرياتي فابريكا سوف نجد بعض الأشخاص يقومون بباع الكلمات المفتاحية هنا يقول لك 40 كليت كيووز أوف ديابيتيك لوكبوك طبعاً كم ثمانوها 2 دولار مع العلم أنه لو كانت عندكم أداة مدفوعة كنتم سوف تشترون أو سوف تحصلون هذه الكلمات بدون الحاجة إلى شرائها هكذا كاميرا في نجائز طبعاً هنا ربما السؤال الذي قد يطرح من أين سوف نحصل على الانتريور طبعاً يمكنكم الذهاب إلى كرياتي فابريكا من عندهم اشتراك فالأمر سهل يقومون سوف يجدون كما تلاحظون هنا مئات ثلاثة وثلاثة وثمانون يعني ملف خاص بديابيتيك لوجبوك يمكنكم تحميل أي ملف من هنا ولكن الآن الأستوث التي أريد أن أعطيكم في الختام التي أريد أن تستفيدوا منها يشتغلوا على البوكيت لا تشتغلوا على لعج برينت لا تشتغلوا على مقاس ثمانية نقطة خمسة مضروبة في 11 إنش هذا المقاس العريض لأن غالبية الأشياء الموجودة هنا تركز على هذا المقاس لا أدري لماذا ولكن سوف نجد إذا لاحظنا سوف نجد أن هناك مجموعة من يعني الأنتليور مثلا هذا أنتليور جيد هذا فقط بـ 6 في 9 إنش جيد ولكن الغالبية العظمى سوف تجدونها يعني بثمانية نقطة خمسة مثلا أو أكثر أو أقل المهم أن يكون كلما كان الحجم أصغر وطبعا الذي أقتلح هو عليكم وهو تقريبا نوتبوك خاص بالجيب وهو طبعا 6 في 9 إنش هذا جيد جدا لهذه النوعية بل أكثر من ذلك لو أنا لم أبحث بعد ولكن أتوقع أنني سوف أجد هذا أنني سوف أجد يعني كلمات مفتاحية خاصة بـ هنا مثلا نعم انظر موجود هذا هو هنا عندنا هذا الذي كنا نتكلم عنه طبعا هناك من نريد كذلك ولكن أنا أركز طبعا نتكلم عن تجرباتي شخصية في هذا النتش الذي يباع هو pocket size يعني small size أما large print فصراحة لا أدري هل كنت قد نشرت large print أم لا ولكن غالبا لن يباع فبالتالي دائما هنا طبعا هناك من يطلبه large print ولكن غالبية الأمر pocket size هنا blood sugar log book for kids هنا ربما هناك أطفال مرضى بمرض سكري وهذا أمر وارد فبالتالي ربما لن تشجي لا أدري أو سيئ ربما لنعم سيئ روزول تفوق يعني تفوق يعني نسبة البحث blogger weekly إلى آخره هذا مقاس آخر 4x9 أو 4x6 إنش هذا المقاس نادرا ما نستغل عليه ولكن إذا كان مثل الاهتمام فيمكنكم طبعا في جميع الأحوال سوف تحصل على الملف فقوموا بتحليله بأنفسكم وعرفوا كل كلمة المفتاحية وكم عدد نسبة البحث عليها وكذلك نسبة المنافسة وفي نفس الوقت تحددون أفضل الكلمات المجتاحية التي تضعونها طبعا في سبع خانات أما العنوان فكما قلت لكم فمن الضروري التركيز على هذه الكلمات الموجودة هنا عندنا بلود عندنا صغر لوجبوك عندنا ديلي جليكوز عندنا طبعا تراكر هذه كلها ديابيتيك ديابيت هذه كلها كلمات يجب أن تكون في العنوان بشكل أساسي لماذا لكي ندخل أساسا في هذا النيتش لكي ننافس في هذا النيتش لأن هذا هو الأساس كما أنه لا تنسوا خاصية يعني هنا يمكنكم إظهار نيويست يعني آخر ما تم نشره هذا أيضا مهم للغاية لكي تكونوا فكرة وأيضا لكي تعرفوا كيف هي الأمور طبعا أنا هنا عندي أدات تعطيني أدات المبيعات أنتم يمكنكم الاعتماد فقط على طبعا أدات كويك فيو لكي تعطيكم البسر الرانك وبناء عليه تعددون المبيعات فتعرفون كل كتاب كيف يحقق مبيعات أيضا التصميم أيضا تأخذون الفكرة عن التصميم وأهم شيء أن كل الأشياء التي تظهرون قد نشرت حديثا وأيضا تتفدون مثلا هذا التصميم هذا التصميم سيء جدا يعني سيء جدا صراحة غالبا لا يحقق مبيعات دائما يجب أن يكون بيزيك ويجب أن يكون يعني أن يكون سيمبل قدر المستطاع ويهتماش مع الموضوع يعني لا يمكن أن نتكلم هنا المهم على حسب الموضوع على حسب التصميم وطبعا دائما أفضل طريقة لأخذ الإلهام هو الذهاب إلى الكتاب بيستسير نشير حديثا ثم تكونون أو تأخذون منه فكرة لكي تقوموا أنتم كذلك بالتصميم مثله شكرا جزيلا لكم على حسن المتابع وإلى حلقة قدمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر